موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا طالباتنا في مادة محاسبة واحد أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في مادة مبادئ محاسبة واحد وفي الفصل الثالث عمليات البضاعة سنأخذ كذلك مثال 17 من باب التوضيح ومن باب أن نربط الفصول مع بعضها البعض مثال 17 بقول إليك العمليات التالية والمطلوب إجراء القيود المحاسبية في دفتر يومية محلات شادي تصوير وترصيد وعادة فتح الحسابات التالية المشتريات المبيعات مردودات المشتريات مردودات المبيعات ومسمحاتها إذن حنبدأ نحل قيد قيد ثم بعد ذلك نقوم بعملية الترحيل أول قيد أو أول نقطة بقول لك في واحد خمسة اشترى منسوجات قطنية من محلات بسمان بمبلغ 600 دينار إذن قال لي شرينا من محلات بسمان وسكت لم يقل نقداً ولا بشيك إذن تلقاه على الحساب بدين إذن من حساب المشتريات إلى حساب محلات بسمان بقيمة أكم 600 دينار 600 دينار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اشترى منسوجات صوفية من شركة الأصواف الأردنية بمبلغ 800 دينار وسدد نصف القيمة بشيك والباقي نقداً إذن خيض نركب تلقى أول حاجة من حساب المشتريات عرفنا المشتريات دائماً مدينة إلى مذكورين كيف دفعنا قيمة المشتريات جزء نقداً والباقي بشيك إذن حساب الصندوق وحساب البنكي قدش كل المشتريات 800 دينار جزء منها نقداً والتاني من البنك النقطة اللي بعديها في خمسة منه باع بضاعة بمبلغ 1500 دينار أوضع المبلغ في البنك إذن مبيعات بيع بضاعة المبيعات مدينة ولا دائن؟ دائن إذن من حساب البنك لأنه قلق أوضعت وين؟ في البنك إلى حساب المبيعات المبلغ 1500 دينار 1500 دينار ملاحظة العمليات إن شاء الله بتكون لسه سهلة في تمانية منه تبين أن جزء من البضاعة الواردة من محلات بسمان وتقدر بقيمة 100 دينار غير مطابقة للمساوات فاتفق مع محلات بسمان على إبضاء البضاعة لديه مقابل السماح له بنسبة 5% من كل البضاعة إذن البضاعة كلها قال له خلي البضاعة عندك بس أنا بضعطيك 5% خصم طب قديش البضاعة كلها؟ البضاعة كلها نرجع لمحلات بسمان كل البضاعة 600 إذن بنروح بنقول 600 ضرب 5% ويساوي من كل البضاعة 600 في 5% بيطلع 30 دينار هدول عبارة عن خاصم مردودات مشتريات إذن مردودات المشتريات عكس المشتريات المشتريات مدينة مردوداتها دائنة إذن ودفعة إيش؟ نقداً جزء من البضاعة وغير مطابق الموصفات فاتفق على إبقاء البضاعة لديه مقابل خصم إذن خصم ما دفع نقداً إذن بنخفض من حساب الدين اللي علينا لمن؟ لبسمان هنقول من حساب محلات بسمان إلى حساب مين؟ مردودات المشتريات ومسموحاتها بقيمة 30 دينار هيك أخذنا الخصم استفدنا من خصم مين؟ من خصم بقيمة 30 دينار اللي هو 600 في 5% بيطلع 30 دينار النقطة اللي بعديها في عشرة منه رد جزء من البضاعة المشترعة من شركة الأسواق وتبلغ قيمتها 150 دينار نقداً إذن هنا الفرق أنه هنا خصمنا من حساب بسمان لكن هنا دفعت إلينا نقداً إذن من حساب الصندوق إلى حساب مردودات المشتريات ومسموحاتها بقيمة الخصم 150 دينار باللاحظ العملية بدت توضح إلينا شوية شوية طالما نحن فهمنا وحفظنا كل قيد بدكون مدين ولا دائن كل حساب من الحسابات في 12 منهم باع بضاعة إلى محلات غسان بمبلغ 1500 دينار على الحساب إذن بيع بضاعة البضاعة دائنة إذن من حساب على الحساب إذن من حلساب محلات غسان إلى حساب المبيعات المبلغ 1000 دينار 1000 دينار قيمة المبيعات باللاحظ إنه تلقى المبيعات بتكون إيش دائنة النقطة اللي بعديها في 15 منهم ردت محلات غسان جزءاً من البضاعة يبقى هلقيت مردودات مبيعات لأنه غسان اشترى منه إذن مردودات مبيعات عدم مطابقتها للمواصفات بقيمة 200 دينار واتفقت محلات شاري مع هلقيت غسان على إبقاء البضاعة أخرى تالف جزئياً مقابل السماح لها بمبلغ 100 دينار إذن صار عندي 200 ومية 300 دينار قيمة البضاعة إيش المردودة هذه عبارة عن مردودات مبيعات طب دفعنا إياهم نقداً دفعنا إياهم نقداً وهو أصلاً ماذا فعلنا الألف؟ هنخصم من الألف كم؟ الثلاثمية هنروح نقول من حساب مردودات المبيعات ومسموحاتها إلى حساب مين؟ محلات غسان من قيمة مين؟ بقيمة 300 دينار يبقى غسان قديش صار عليه بس؟ كان عليه ألف ردلنا بضاعة بقيمة 300 صار عليه أكم؟ 700 فقط لغير في 18 منه سدد المحلاء المستحق لمحلات بسمان بشيك طيب بسمان نرجع لبسمان بسمان قديش بضاعته؟ شرينا منه بـ 600 في غيرها؟ آه والله فيه 30 رجعناهم يبقى علينا 600 ناقص 30 خمسمية وسبعين هنروح نقول من محلات سددات من وين؟ نقداً ولا بشيك؟ قال لك من شيك يعني بلنك يبقى من حساب محلات بسمان إلى حساب البنك بقيمة كم؟ 570 خمسمية وسبعين اللي هم 600 ناقص البضاعة اللي ردت طيب البعديها سدد غسان المستحق عليه نقداً طيب غسان قديش عليه؟ ألف بعناه بضاعة بألف ردلنا منهم 300 ضال عليه أكم؟ فقط 700 إذن ونقداً يبقى من حساب الصندوق إلى حساب محلات غسان بقيمة 700 بقيمة 700 باللاحظ هيك إنه صارت العملية مكتملة الآن قال لك مطلوب نصور عدة حسابات المشتريات المبيعات مرددات المشتريات مرددات المبيعات تلقائي بنروح بنسجلهم عشان ما ننسهم مش هاي حساب المشتريات حساب المبيعات وهنا حساب حساب مرددات المشتريات ومسموحاتها وهنا حساب مرددات المبيعات ومسموحات ونبدأ نسجل ونجي نطلع كل القيد من القيود ونبدأ نرحل أول حاجة مشتريات إذا من حساب المشتريات من حساب المشتريات إلى حساب محلات بسمة المبلغ 600 في مشكلة فيها ما فيها مشكلة اللي بعديها برضو حساب مين المشتريات بقيمة كام 800 إلى مذكوري اللي هما صندوق وبنك اللي بعديها بنك ومبعات مش طالب مني البنك بدي بسمين المبعات بندور بس مبعات ومشتريات مرددات مبعات مرددات مشتريات إذا روح على المبعات إلى حساب المبعات يبقى روح على الجانب الإله يبقى من حساب البنك بقيمة 1500 اللي بعديها بسمان بدنا شيئا مرددات المشتريات بدنا مرددات المشتريات وين مرددات المشتريات هاي مرددات المشتريات إلى حساب مرددات المشتريات بقيمة أكام 30 30 إلى حساب مين من حساب محلات بسمان نفس الفكرة هنا صندوق وهنا مرددات مشتريات السندوق بلزمني لا مش طالب مني صندوق ضائر بمرددات المشتريات يبقى مرددات المشتريات قيمة 150 من حساب الصندوق طيب تمام اللي بعدي غسان والمبعات غسان طالب مني مش طالب مني بده بسمين المبعات إلى حساب المبعات هايها ألف من حساب مين غسان اللي بعديها مرددات المبعات ومسمحاتها وغسان بدي بس مين مرددات مين المبعات مرددات المبعات في الجانب مين المدين بروع الجانب المدين يبقى 300 إلى حساب محلات غسان غسان اللي بعدي بسمان والبنك طالبهم مش طالبهم صندوق وغسان بدي أعمالهم حسابات ما بدي أعمالهم صفات إذن هيك بكون أنا إيش هيك بكون خلصت بنبدأ ايش نعمل بنبدأ نعمل عملية الترصيد بنجمع المدين بنجمع الدائن الرصيد الأكبر بنسجله إحنا هيك تعلمنا هنا الرصيد سفر هنا قديش ستمية وتمانمية أكم ألف واربعمية ألف واربعمية إذن مين بنسجل وين بدي توازن مين الأكبر هذا الأكبر بنكتب ألف واربعمية اللي هو بنسميه رصيد إيش رصيد مدين ويش بنعمل فيه بننزله هين ويش بنقول رصيد مدور بقيمة كم ألف واربعمية هيك بنراجع محاضرات السابقة كذلك نفس الفكرة هنا رصيدة كم المجموع صفر بناخد هنا ألف و ألف وخمسمية ألفين وخمسمية ألفين وخمسمية يبقى هنا وين بدنا نوازن على الجانب الآخر بنوازن ألفين وخمسمية بنسميه رصيد الدائن واش بنعمل فيه ألفين وخمسمية رصيد مدور بنفس الفكرة هنا الجانب المدين صفر طيب الجانب الدائن ثلاثين ومية وخمسين مية وثمانين يبقى وين حوازن حوازن في الجانب الآخر مية وثمانين بنسميه رصيدة يش دائن واش بنعمل فيه مية وثمانين رصيد مدور نفس الفكرة هنا المجموع 300 وهنا صفر يبقى من أخرى 300 نسجل 300 بنرحل المجموع 300 ايش بنسميه رصيد مدين ايش بنعمل فيه ننزل 300 رصيد مدور لمين للسنة الأخرى أو للحسابات الأخرى هيك بنلاحظ ان احنا ايش بدنا نسجل كل العمليات ونفهم العمليات المالية طبعا مثال 18 هيكون نفس الفكرة بدناش نضلنا نعيد بنفس الفكرة وبنفس الكلام الآن هنبدأ ناخد الفصل السابع هنتكلم عن الخصم ايش يعني الخصم في بعض الأحيان بعض الشركات بترغب التجار والمحلات والزبائن بشراء بضاعة فبتروح ايش بتقوله بتقوله تعالى عملك خصم يعني خصم على قيمة المبلغ من باب الترغيب ومن باب التشجيع والله تم عمل خصم على سلعة كذا كذا في حمل التخفضات في حملات مش عارف اش هو او قد يقولك انه انت اشتري ابضاعه ميت حبة وخد عشرة زيادة او يقولك تعال انت عليك دين تعال سددني الدين مقابل اعملك خصم على هذا الدين اذا الخصمات متنوعة ومتعددة الاشكال وقد يكون الخصم اما تجاري او نقدي او كمية اذا هنتكلم عن ثلاث انواع من الخصم خصم تجاري وخصم نقدي وخصم كمية اذا هذول الانواع الثلاثة من الخصمات اللي حنتكلم فيهم وحنتكلم عن كل نوع من هذه الانواع واحد واحد اول واحد وهو بنسميه الخصم التجاري الخصم التجاري هو خصم قبل عملية البيع او الشراء يتم قبل عملية البيع والشراء ولكنه بنسميه خصب تشجيعي من باب التشجيع بنلاحظ انه في بعض الشركات بنروح بنلاقي قيمة البضاعة موجودة اوين على المحل مثلا نخش محل اجهزة كهربائية بنلاقي على تلاجة سعر على الغسالة سعر على البوتقاز سعر هذا السعر بنسميه السعر قبل الخصم قبل ايش؟ الخصم وبالتالي بتروح انت للكانتر بتقول له لو سمحت بقدش هذا بقولك هذا عليه خصم 10% وبالتالي اذا قيمتها 1000 هتدفع ناقص 10% من قيمة الالف هذا ايش بنسميه؟ بنسميه خصم تجاري او خصم تشجيعي تعال ايش للبضاعة وخوض خصم اكم؟ 10% خوض خصم 5% هذا بنسميه الخصم التجاري طب ايش سببه؟ سببه او بشجع عملية الاتجار في البضاعة في بعض فترات الكساد لما تكون البضاعة في شحيحة البيع او قليلة البيع برغب التاجر في الناس ان تقوم بشراء هذه السلعة او اشباع رغبة المساومة المشتري بإجراء خصم تجاري عند البيع وبالتالي بنشجع الناس على ان تقوم بعملية هذه العملية هناخد مثال على الخصم التجاري الخصم التجاري ايش بيقولك؟ اشترى مشروع نايف بضاعة بمابلغ 4500 دينار من محلات انور بخصم تجاري 10% سدد نصف ثمنها نقدا والباقي على الحساب اذا هذا بنسميه خصم تجاري ليش؟ لانه السلعة مكتوب على قيمة السلعة 4500 وتحت بين قصين 10% خصم تجاري يعني اذا شريت البضاعة ب 4500 دينار هنعمل لك خصم 10% اذا فعليا كلها 4500 ضرب اكم 10% ويساوي 450 دينار قيمة مين؟ قيمة الخصم هنطرح من الاكم من 4500 اذا 4500 ناقص 450 ويساوي 4050 يبقى فعليا حدفة اكم قيمة المشترات اكم 4050 قال لك سدد نصف قيمتها نقدا والباقي على الحساب اذا من حساب المشتريات يبقى 4000 واكم يا شباب يبقى 4050 بس مش يبقى 4500 هنا بنلاحظ ان الخصم التجاري في القيود المحاسبية بيظهرش لا يظهر عندنا في القيود المحاسبية ليش؟ لانه بيتم قبل عملية الشراء بيتم قبل عملية البيع يبقى من حساب المشتريات الى مذكورين حساب الصندوق لانه دفع نصفها نقدا والباقي على الحساب لهو محلات مين؟ محلات انور طيب نصف الاربع تلاف وخمسين الفين وخمس وعشرين وضل علينا الفين وخمس وعشرين بعد هكد سيقوم بتسديدة هذا بنسميه الخصم مين؟ التجاري على المشتريات طيب نفس الفكرة ايش انور بدي يعمل قيد محاسبي نفس الفكرة انور قيمة بمبعاته هلقيت هادي من وجهة نظر المشتري هادي مشتريات طيب من وجهة نظر البائع هي مبيعات اذن هنقول من مذكورين حساب الصندوق حساب محلات مين اللي اشترات مين على الدين مشروع نايف الى حساب المبيعات طيب نفس الفكرة قديش قيمة المبيعات 4500 ناقص 450 بطلع 4050 نفعت نصفه نقدا 2025 والباقي على مين؟ على الحساب اذا هنا من وجهة نظر نايف محلات انور بدها 2025 من وجهة نظر انور احنا بدنا من نايف اكم 2025 وبالتالي هذه قد تكون من وجهة نظر المختلفة في مثال اثنين بنفس الفكرة باع مشروع اسعد بضاعة سعرها المعلن 4200 وقد حصل قيمتها نقدر علما بان مشروع اسعد يمح خصما على اسعار البضاعة بمبلغ ايش 10% اذا 10% يبقى 4200 ضرب 10% بساوي 420 4200 ناقص 420 بيطلع اكم 3720 وثمانين هذه فعليا هي المبيعات ودفعت قيمتها ايش؟ نقدا اذا من حساب الصندوق الى حساب المبيعات بقيمة 3780 3780 اذا القيادة المحاسبة بيظهر عندي انه الخصم التجاري يتم قبل عملية البيع او قبل عملية الشراء وهو بنسميه خصم التشجيع عشان نرغب الناس تيجي تشتري ويتم قبل عملية البيع ويتم قبل عملية الشراء وليس بعدها وبالتالي نتيجة الخصم لا تظهر في السجلات المحاسبية نهائيا بنلاحظش وجود هذه الحسابات في حساباتنا نهائيا لكن الخصم النقدي مختلف عن مين؟ مختلف عن الخصم التجاري وبالتالي الخصم النقدي هو مرتبط بالتخفيض في قيمة التزديد بعد عملية البيع والشراء يعني في كل بساطة الخصم النقدي بيكون على البيع الاجل او على الشراء الاجل يعني انا اروحت اشتر بضاعة وشرط بضاعة من شركة اكس بقيمة 3000 دينار على الحساب ومعاد تزديدي بعد باسبوع لكن انا بعد باسبوع ما استطعتش اسدد قل لي تعال سدد ولك خصم 10% هذا ايش بنسميه؟ بنسميه الخصم النقدي اذا الخصم التجاري يختلف عن الخصم النقدي الخصم التجاري يتم قبل عملية البيع والشراء وبتكون انت عارف قديش الخصم تبعك لكن من الخصم النقدي يتم بعد عملية التجارة او عملية البيع او الشراء ويكون بالنسبة انه اما خصم مسموح به او خصم مكتسب طيب في كل بساطة نأخذ مثال 3 في 1-6-2008 باعت محلات المنشأة بضاعة بقيمتها 1800 دينار لمحلات زيد وبخصم نقدي 10% إذا تم السداد خلال 7 أيام في 5-6 سدرت محلات زيد المستحق عليها نقدا إذن نحن نتحدث عن الخصم من؟ عن الخصم النقدي إيش بيقول لك؟ الخصم النقدي بيقول لك في 1-6 باعت المنشأة بضاعة بقيمتها 1800 دينار إذن قيمة البضاعة 1800 دينار وإيش بيقول لك؟ لمحلات زيد وبخصم نقدي 10% إذا تم السداد خلال 7 أيام وإلا مثلا نقول 20 إذا بتتذكروا هذا أنه نسبة الخصم إذا سددت خلال 7 أيام وإلا يجب دفع المبلغ كامل بعد 20 إذن أول حاجة إيش بنعملها؟ بنعمل قيمة المبيعات لكن قيمة المبيعات بنعملها في المبلغ كامل بالأكم العشرة في المية لسه ما جاءش تورها يبقى تلقائي بنقول بما إنه على الحساب يبقى من حساب محلات زيد إلى حساب مين؟ المبيعات بالمبلغ الكامل اللي هو الأكم الألف وتمانمين ألف وتمانمين يبقى هذا بتم في تاريخ أكام في واحد ستة ملاحظين إنه سجلنا قيمة المبيعات كاملة لكن هين ما سجلناش قيمة المبيعات لأنه دفع فدفع سجلنا المبلغ المخصوم هذا الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي